لونهم الخرنقعية هاي الحلقة الاولى من برنامج اندرده شي مع الخرنقعية خرنقعية معروفة هاي الكلمة كلمة موجودة في الشيارة العراقي وتعني بأن الناس التعبانين لا عقل لا فهم لا علم لا شيء كل شي ما يفتهمون بحياتهم مثل النعاج مثل الغنم مثل الخراف يمشون وراء واحد يمغيبهم عن الصح والخطأ ويمشون وراء على الصح وعلى الخطأ ما يعرفون شنو الموضوع اليوم موضوعنا عنه اللي صاير موجود هسه القتال ما بين الكفار والناصبة الكفار تعرفونهم منه والناصبة تعرفونهم منه بس أنا اللي متعجب له بأن الشيعة بالعراق اللي لا علم ولا فهم والأغلبية هما كذلك اللي يمشون وراء مقتدى وراء السستاني وراء الخامنعي وراء فلان وراء علان وراء الحزاب جماعة جيش الوردي جماعة جيش الشعبي جماعة مدر شنو ويهمبلون 24 سوعة وإحنا بس فتحونا طريق ظلوا يسوون نفس سوالف ابن صبحة نفس سوالفه عجل يابا نطونا بس قطعة يرضو شوفو شنسوي وانا ضربوا تسعة وثلاثين ياهلي يضرب أربعين خادقهم ضرب أربع تسعة وثلاثين وضرب أربعين واحد دجال كلب ابن كلب ولي يحبه أزبل منا بعد وانا على أبو صدام لأبو حتى الخميني ويا كلهم سفلة بس أنا أتعجب على هاي الناس اللي هو ما يقدر يست قوت يومها يعني جوء أطفاله ما يقدر ويهمبل قاعد احنا بس ودونا بس خلونا بس مدرشين انت أبن عال انت شنو انت ولكن انت مرتك ما تقدر عليهم انت مرتك بالبيت كتلك بالنعب انت وينك وين الجهاد وين القتال وين النعال وذول يخافصين البسوا البسوا الأكفان البيضاء البسوا الجزمة الحمراء البسوا القبع الصفراء والزرقاء يجذب عليهم المطي هذا يعني أنا أول مرة أشوفهم مطي يقود واللي خلفه نعاج وخراف أنا شايفها بالحيوانات هاي يعني موجودة بالريف بالعشائر مطا يمشي وورا هاي الغنم تمشي المطا وين وديهم هم وورا ما يدرون وورا يحين فاس الجماعة هم كذلك مطا قدامهم يمشي وهم وورا يحين واكفين بالحدود وإحنا بس يفتحوننا الحدود وإحنا بس نطوب البارحة شفت أنا فيديو لأحد القادة مالذول الناصب السفدة اللي منظمتهم تبدي بحرف الحار اللي يقول يقول إحنا جائز بديننا يعني دينهم الناصبي دينهم السلفي يقول جائز إحنا يساعدوننا الكفار لقتال الكفار يقول الشيعة وإيران كفار إحنا نعتبرهم بديننا وبس إحنا جائز بأن نخلي إيد بيد لمقاتلة كافر أكبر منهم أو أقوى منهم ولكم أنتم يقولون عنكم كفار يا زبايل يا خرنقعية يا نعاج المرجعية يعني مقتدى المطي يمشي قدامكم جماعة ذيول السستانية قدامكم ذيول الخامنية قدامكم ولكم أنتم مش بكم ولكم شوف العالم وين صارت وين وصلت وين راحت وين اجت تحشون على فلان دولة وفلان دولة وذولة عملاء والذولة ما يشيني وشاتموهم ولا ها هاي أنت أنت بن عال أنت أنت اللي قلب الدنيا أبو عذرائيل أبو مدرياهو أبو قندرة واقف على الحدود أبو الزراب أبو خيسة وين المطي والجبان ابن الجبان اللي ببيته ما مسموعه كلمته يعني هو من يحش ببيته ما حد يسمع كلمته لا من أولاد أولا من موته صاير اللي يرجعه ويطلع بالتلفزيون ويهنبل ويسولف ولكم عمد يربالكم على بلدكم ولكم السلب والنهب والبوق والدنيا صالح عشرين سنة ولكم يا زربان يا ناصبي يا يهودي يا مدرياهو شيركم علاقة أي طبهم مرض نارهم تاكل حطبهم وإحنا شنو إحنا منو إحنا قندير باننا على بيتنا ومثل العالم اتقدر علي أساعدهم بو ينطيكم في اليسات ويتم روحوا قاتلهم هذا اليوم وكيل المرجعية الطوسية يقول الجرحة راح نجيبهم إلى مستشفيات العتبة ونداويهم ونعالجهم نتف عليكم على مستشفياتكم وعلى السفل الموجودين اللي يبوقون هاي كلها أموال الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والله يحاسب وقم على كل فلس هذا كلها بوق المراجع جاي تبوق ياسر الحبيب بالبداية ما جاء بالهطار السالفة بعدين ضلطوا علي من جماعة شيرازي وهو رجع لي خاف ويقول انا أداري خبستي هاي مشي طلع بالتلفزيون هنبول وسولف قول لا احنا ما يصيروا لأطفالوا لك هو الطفل هذا انت هسا فكر انت خلي عندك عقل طفل عمرت للسنوات بعد عشرين سنة قد يصير ثلاثة وعشرين من تقل له هذا شي عشي قل لك ذبحة قتلة استوي بي كذا فجرهم هما مو ذولين نفسهم اللي كانوا يفجرون ويقتلون هما مو نفسهم يا سفلة يعني أنا أول مرة أشوفهم بلد مثل العراق يومية يجي واحد يدوس على راسه ويعبر أول مرة خلي يولي بعدين لا والله لو نرجع الذاك ها سيد الله يدورون والله لو نرجع لابن صبحة كان عمان انعلى أبوكم لابو ابن صبحة لابو حتى الجابكم سيف على جبناء انعلى أبوكم لابو حتى عرضكم طاح حظكم وطاح حظوا تمشون وراهم هاي اليوم الدردة شمالتنا مع الخرنقاعية طبعا هذا الكلام مواجه للكرنقاعية ناس الشرفاء والأصحاب الدين وأصحاب الأخلاق لولي ما مشمورين بالكلام وشكرا الله يطايا أحدكم خرنقاعية انتظرونا بحلقة جديدة اشتركوا في القناة